اخر بيان بقى لوزارة الصحة كان الكلام ده انبارح بالليل بخصوص الوضع يعني حالات الاصابة بالفيروس حالات الوفاء لقدر الله وزارة الصحة في بيانها اعلنت عن ارتفاع عدد الحالات اللي تحولت نتائج تحليلها معملية من ايجابية لسلبية لفيروس كورونا ل74 حالة طبعا يعني دي كان حالات مشتبه في اصابتها ولما اتخذ منها تحليل يعني وعينات كانت النتيجة بالنسبة لهم ايجابية لكن الحمد لله تحولت النتيجة من ايجابية لسلبية يعني الحمد لله الموضوع بالنسبة لهم عدد على خير كمان خرج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مساشفة العزل من ضمنهم سبع اجانب وتمن مصريين بعد ما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاقهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية بكده يوصل اجمالي المتعافين من الفيروس ل 56 حالة لغاية امبارح من اصل 74 حالة اللي تحولت نتائجها معمليا من ايجابية لسلبية كمان وزارة الصحة قالت في بيانها اليومي انه تم تسجيل 33 حالة جديدة سبتت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس وكلهم من المصريين اللي قلطوا لحالات ايجابية كان سبق وتم اكتشافها والاعلان عنها ده بيتم زي ما بتقول وزارة الصحة في بيانها ضمن اجراءات الترصد والتقصي اللي بتجريها الوزارة لأسف الشديد حصل وفاة لأربع حالات هم مواطنة عندها 51 سنة ومواطن عمره 60 سنة ومواطن تاني عمره 73 سنة وواحد كمان عنده 56 سنة ربنا طبعا يرحم الجميع وعزقنا طبعا لأهليهم بكده يوصل لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها او لغاية لما طلع البيان اجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة الحمد لله تم شفاقها وخرجت من مستشفيات العزل وفي عندنا 14 حالة وفاة